بأحد المنتديات هالسنة سؤلت عن الفرق بين الإعلام التقليدي والسوشيل ميديا يوم جوابت أن الفرق هو نفس الفرق بين الجيش النظامي والميليشيات علما أن مرات كثيرة تتفوق الميليشيات على الجيوش ولكن تبقى بالنهاية ميليشيات طبعا هون مع استثناء لعدد كبير من صناع المحتوى المحترمين والمثقفين الموجودين أيضا على السوشيل ميديا والمنصات المحترمة اللي بتقدم مادة مفيدة للعالم لأن هؤلاء الأشخاص يقدمون ما هو ممتاز ورائح ولكن للأسف تحول الإعلام مع عدد هائل ممن يصفون أنفسهم بأنهم مؤثرين مغردين وصناع محتوى إلى بهدلي وتجاوز كل خطوط مقومات مهنة ورسالة الإعلام ولما قلت هالكلام يوما عارضوني كتار زعلوا مني كتار وانتقادوني لكتار ومن بين اللي زعلوا مني يوما هن اليوم اللي انتقدوا تيك توكر وصفوه بأبشع الأوصاف لأنه وضع برئس عامل نظافي بلبنان برميل للنفايات لا يعمل فيديو على تيك توك وعلى السوشيل ميديا يطلع منه مشاهدات ويمكن فلوس وقامت لأيامي ومعد سكتت يا جماعة اللي شتمتوا أنتوا اليوم بعد ما كنتوا هاجمتوني أنا لما قلت هيدا الكلام وقتا هو وأمتالوا لكتار لأنا أصطن بحديثي لما تحدثت عن الميليشيات على السوشيل ميديا لأنه هؤلاء من الصعب جدا أنهم يتسللوا إلى الشاشة ولكن من السهل جدا أنه يفتح تليفونه ويسجل اللي بده إياه ويقول اللي بده إياه وحكيت عنهم يوما أنهم استغلوا الإعلام لتحويله إلى مادة شتم وأذى واستباحة أعراض واستباحة مقامات نعم للأسف أولادنا وشبابنا ما عم يتعلموا من صناع المحتوى الحقيقيين المثقفين المحترمين إنما للأسف عم ينجروا وراء أمثال هؤلاء لمتليين السوشيل ميديا وراء حثالي اعتبروا أن حرية هي بشتم وأذية الآخرين وتحريضهم على أمور كتير مثل ما شفنا أتلت كتير ناس هذه الأمور وممكن أيضا تدفع باتجاه أعمال مخلة ويمكن أوقات كتيرة تدفع بناس للانتحار نتيجة ما يقال عنهم وينشر عنهم وبعض التنمر عنهم هؤلاء هن الميليشيات اللي أنا أصطى واللي أنتوا اليوم اللي سبيتوني أو هجمتوني سابقا أنتوا اليوم هجمتوا هود الناس بأنفسكن يوما أنا قلت لازم محاربة هؤلاء وليس التسويق لهم لازم إيجاد قوانين تحاسب من يتخطى الممنوع ويحاسب عليه لأنه متابعي المثقفين للأسف هن بالألاف أو مئات الألاف وإذا تخطى المليون بتكون حالي نادرة أما ناشري السوق وهذه الهرطقات والولدنات والأمور المثيئة متابعين بعشرات ومئات الملايين نعم بعشرات ومئات الملايين وولادنا من بين متابعين لأنه عم بعلموهم أمور بيعتبروها أنه هن تحت ستار الحرية ولكن بالنسبة لأولادنا عم بيتعلقوا فيها وعم تخدوا إلى أماكن كتير مسيئة نعم للحريات نحن مصرين على الحريات ونحن مع الحريات ولكن نعم أكبر لمقاضات من ينتهك قواعد الحريات لأنه متل من نماشي الأمور يا شباب المستقبل رح يكون بعنوان التكنولوجيا تقضي على الإنسان